اول حاجة هنوصل البرينتر بالكابل يوسي بي اهوت زي ما انتم شايفين المدخل اللي ورا اهو كده بالطريقة دي كده. لكن المدخل ده هتوصله بالكمبيوتر او اللابتوب. يلا بينا نروح للكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض. مبدئين كده جماعة انا سيبدو كم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف او ممكن تلاقي في اول تعليق. الروبط ده لمجرد انه تضغط عليه هيبدأ يحولك لصفحة الاتش بي الرسمية عشان تقدر تحمل تعريف البرينتر. يعني البرينتر مش بيجي معها استوانة تعريفات. وهتنزل تحت شوية كده وعند اختار او تختار كده. ونختار دي ديت. ثم ننتظر لحد ما يتم الانتهاء من تحميل التعريف. وبعد ما التعريف اتحمل معنا هنيقفل الصفحة دي مش محتاجينها في اي حاجة. ونختار او ميل كوميوتر اللي عندك. وندخل على اللي هو التحميلات. هتلاقي التعريف بالشكل ده. هنختاره كده نفتحه بكل كين شمالة وربعة دي كده. ثم هنختار والتعريف بسيط ما فيوش اي خطوة تعقيدية. ثم هنختار. ثم هيجي لك الخطوة القدامك دي. هنختار. ثم هنختار. وفي الخطوة دي لازم توصل الكاب الواصل بين الطابع والكمبيوتر. ثم بعد كده هيجي لك الخطوة القدامك دي. هتختار. ثم هتحدث صاحة هنا كده على الو اس بي. ونختار او هو ده. ونختار ثم نختار مرة اخرى. دي عشان بنعرف البرينتر من خلال الكاب الو اس بي. في الخطوة دي هيبدأ يقولك على شوية حاجات كده تعملها. احنا عملناها في الحلقة اللي فاتت اللي هي شيل كل حاجة لونها بورتقالي ومتعلقة بالحبارة. بعد كده هنختار ثم هنعلم صح هنا ونختار ثم نختار ثم نختار ثم نختار مرة. ودلوقتي بيبدأ يثبت التعريف الخاص بالو اس بي. ننتظر لحد ما دي تيوصل للاخر مرة تين مش مرة واحدة. لان في مرة تانية هنا. هذه المرة التانية. وهنا بيجي لك الخطوة دي بتختار نو سانكيو ونختار كونتينيو. دلوقتي بيقول لك يعني كده بيقول لك اكتمل التثبيت بنجاح. هتختار وبكده سبتنا تعريف الطابع باستخدام الكاب اليو اس بي. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفاقرة التانية وهي خطوة تثبيت تعريف الطابع باستخدام الروتر الواي فاي. اول حاجة هنعملها هنفتح نفس برنامج كده بالزبط. وننتظر لحد ما توصل للنهاية. ثم هنختار وتوسيل الطابع بالروتر الواي فاي. في طريقة سهلة كده من خلال الكمبيوتر. دي سهلة جدا. بس فيها كمت ركاية لازم تشوفوها مع بعض. بعد كده هنختار بعد كده هنختار ثم هنختار اول اختيار ثم هنختار لازم تكون مركب الكابل عشان يقدر يقرأ على طول. لو انت خلال على كابل يوس بي هيتلوب منك. هنا بقى بيقول لك ايه? عاوز توصل الشبكة الشبكة دي ده اسم الروتر البتاعي بالبرنتر ولأ. لو هي بتختار تمام? لو مش هي او انت عامل الروتر مخفي فبتختار وهنا بقى بيجي لك قيمة فبتختار الشبكة بتاعتك. لكن لو انت عامله انه هو يبقى مخفي فبتختار وبتبدأ تدخل اسم اه الشبكة المخفية بتاعتك وبعد كده بتختار بعد كده بتدخل كلمة مرور راوتر لاي فاي. لكن انا الشبكة بتاعتي عاملها مرئية. فانا بالتالي اختار الشبكة بتاعتي وهكمل الاجراءات عادي جدا. وطبعا لازم اوضح لك ان احنا بنعرف البرنتر بالراوتر لاي فاي لكن باستخدام الكابل ودي اسهل طريقة. فانا اختار دلوقتي ايه? عشان دلوقتي التعريف محدد الشبكة بتاعتي. والشبكة بتاعتي هي اللي زهرة على التعريف عشان الكمبيوتر اللي انا بعرف عليه شابك على نفس شبكة الراوتر ضايفه. يعني انت دلوقتي لو شابك الكمبيوتر ده على راوتر تاني فايزهر لك هنا في التعريف. بعد كده هيزهر لك الخطوة اللي قداما دي. بيقول لك يعني هو لقوا البرنتر. وهنا بيقول لك يعني اخلع الكابل من الكمبيوتر اول من بعد كده هتلاقي الاختيار نور باللون اللابني كده. هنختاره كده. تمام? عشان احنا اشلنا او خلعنا الكابل من البرنتر. بعد كده هيطلب منك رقم البن. رقم البن لما ديكي تفتح البرنتر كده. تمام? اهو. هو ده رقم البن. اللي هو اوله سبعة ثياتة سبعمية تلتمية وتلتاشرة. رقم البن ده متغير من برنتر لبرنتر تانية. مش كله نفس الرقم ده. فحتكتب الرقم ده في الخينة البن. وبعد ما كتم رقم البن هنختار بعد كده هيجي لك الرسالة قدامك دي بيقول لك هتختار وبكده ستبتت التعريف مرة من خلال الكابل لأو سي بي. ومرة من خلال الراوتر الواي فاي. لو انت عايت نصحة مني. بلاش تعرف الكمبيوتر او اللابتوب باستخدام خاصية الاتصال المباشر. لان دايما الكمبيوتر بيبقى لازم متوصل بالراوتر الواي فاي عشان خدمة الانترنت. عشان بس لما تيجي تطبع يبقى اثناء الطبع يبقى في خدمة انترنت. بعكس لو انت وصلتها بتضيرك. لازم تشبك اللابتوب بالبرنتر وقتها النت هتقطع عليك لحد ما تخلص امر الطبع. فانا انصحك انك توصلها باستخدام خاصية الراوتر الواي فاي. دلوقتي عرفنا التطبع مرتين. مرة من خلال الكابل الوسي بي. ومرة من خلال الراوتر الواي فاي. عاوز قبل ما اطبع ابقى عارف ان انا بطبع من الكابل ولا بطبع من الراوتر. الموضوع بسيط جدا. هنروح على اللي موجودة في سطح المكتب او الديسكتوب. ولو ما لقيتهاش ممكن تعمل وتبحث عليها. هنختارها عادي جدا كده. ثم هنختار او هتلاقي البرنتر مرتين هاي متعرفة. انهل للكابل وانهل لبراوتر. الموضوع بسيط جدا. لو انت شلت الكابل اللي بتوصل بالبرنتر واللي تختفي فيهم. ايه اللي هتبقى بكابل? ايه زي من شايفين دي اللي بكابل. نركبه الكابل كده. هتنور معنا ايه. دي اللي بكابل. عايزين نتأكد اكتر. اللي الكلمنا عليها عادي جدا كده. ونختار ونروح على بورتز. هعلم مكتوب ايه? يو اس بي. ومتعلمة صح. يبا هي دي من خلال الكابل يو اس بي. هنرجع عند جنول كده. ونمسح الكلام اللي بالازرة ده. ونكتب من الكابل. ايه. كده. ثم نختار اوكي. دي دلوقتي هتغير بقى اسمها من الكابل. ودي من الراوتر. عايز تسابها زي ما هي مش مشكلة عايز تغيرها كده كده من عليها. تمسح الكلام اللي بالازرة ده. ونكتب من الراوتر. اهو. بالطرق دي كده. ونختار اوكي. يبا انت كده لما دي كتبع هتختار الكابل ولا من الراوتر. طب دلوقتي يا ابو حميد ليه عرفتها مرتين? انا هقول لك. لان لو على سبيل المثال حصل مشكلة في الكابل او في مدخل الكابل. فهتقدر تطبع من خلال الراوتر. ولو حصل مشكلة للراوتر الواي فاي. هتقدر تطبع من الكابل. فكده او كده شغلك مش هيوقف. ايه الموضوع سهلي كده?